اشتركوا في القناة نستخدمه حتى ننتج صورة كبيرة جدا صور مكبرة لأشياء صغيرة جدا نقدر نشوفهم بوضوح عدد عدسات حتى نشوفهم بعيوننا عدنا أنواع للميكروسكوب المجهر المركب يعني الضوامات تجاي من يعني الصورة اللي نشوفها بهذا المجهر تكون 2D أكثر واحد شائع استخدامه وتلقوه بالمختبر نقدر نشوف خلايا يعني الخلية نفسها حتى الخلايا الحية نقدر نشوفها به قوة تكبير عالية دقة واطئة يعني يكبر هو بأربع عدسات حسب ما أذكر 4 وال10 وال40 وال100 يعني يكبر يوصل لك المستوى الخلية يراويك الخلية نفسها يراويك الخلية نواتها الغلاف مالتها تقدر تشوفها بس شنو الدقة ماتة كلش قليلة تمام many types of compound microscope اللي هو light microscope نفسه أكو عدنا bright field و dark field ال bright field يعني ال background ماتة بيضة أوكي dark field ال background ماتة سودة face contrast يعني أنا أنطي صبغة يعني للكائن اللي داريد أشوفه للخليل قد أشوفه بعدين أشوفه بالمجهور وأكو floor sense اللي هاي ظاهرة يعني ظاهرة ضوئية هسه هذا floor sense هاي الصورة هاي floor sense أوكي هاي face contrast أوكي روحوا للمختبر نقولولهم يا بار ريد نشوف شكس معينات بالlight microscope بالمجهر الضوئي أوكي هذا النوع الأول كلش واضح وسهل والصورة بيه هو أكثر واحد نستخدمه بالمختبرات والصورة بيه شلونها تكون 2D 2 dimensional زين dissection أو stereoscope microscope dissection microscope همين light illuminated الضوء ما التمين جاي من ضوء أكو ذن المجاهر القديمة كان به هنا مراية يعني مراية تعكس ضوء في شيء تعكس ضوء الشمس هاي على العينة هسه لا هسه صارت أضوية يعني ضوء LED the image that appears is شلون هنان الصورة 3 dimensional صارت 3D used for dissection to get a better look at a larger specimen you cannot see individualized cell because it has low magnification شوفوه هذا هو الاستيريوسكوب استيريوسكوب فاللايت بسيط بيه وهو أصلاً المجاهر بسيط قوة التكبير ماتة هم بسيطة ما يكبره هاي فما نقدر نوصل للمستوى الخلية نشوف الخلية نفسها مثل وين باللايت ماكروسكوب ما نقدر بس نقدر نشوف تيشو نقدر نشوف مثلاً في شيء صغير يكبر النيان نشوف يعني مثلاً خلي أراويكم صورة ما أخذيها بالاستيريوسكوب يعني سهاء مثلاً شوفو هاي حشرة كلش صغيرة يعني من من ميزها بعيننا أي شيء مثل ذرة التراب هيش هلقت حجمها فهذا من نشوف بالاستيريوسكوب شوفو شون يكبر إنا شوفو الصورة شون 3D أوكي زين يعني استخدم ليزر حتى أضوي العين ماتي كمبيوتر 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 يعني أستخدم ليزر كمصدر ضوء وهذا الليزر أسلط على العينة حتى أشوفها وأربط المجهر ماتي بكمبيوتر معين خاص يجمع للصور ويراويني صورة 3D مثل هاي الصورة شوفوا هاي ما أخذيها بالكون فوكل بالكون فوكل ليزر ليزر مايكروسكوبي شوفوا شون هي 3D مبينة وتضوي لأنه ليزر مزين سكانينج إليكترون مايكروسكوبي السيم هذا يوز إليكترون إليمنيشن هذا ما يستخدم ضوء ولا يستخدم ليزر يستخدم إليكترونات بحالها يعني قوة تكبير عالية ودقة عالية نصبغ العين بذهب and إليكترون bounce off to give you exterior view of the specimen pictures are in black and white هنا أنا شن سهوي نجيب العينة مالتنا مثل هذا بكترية نصبغ البكترية بذهب أوكي فشنو تجي الإليكترونات تقمز bounce off متوصل للذهب تقمز عن الذهب توخر فهذا الارتداد مالتها يكون لي صورة بالكمبيوتر أشوف الصورة الصورة تكون أبيض وأسود شوفوش قد دقيقة شوفو ذني ذني يعني باسل لس هاي باسل لس هاي بكترية يعني كلش صغير بس شوفوش شون دن شوفها 3D هذا ال scanning electron microscopy شوفوش كبرة كلش جبير يعني لازم كمبيوترات خاصة ويا أستخدم transmission electron microscopy اللي هو تم transmission electron microscopy is electron illuminated همي أنا أستخدم الكترونات بي gives two dimensional view يمطينا 2D مو 3D مثل ذاك thin slices of specimen are obtained يعني لازم رقائق يعني رفيعة جدا من العينة عندي electron beams pass through this الطب الكترونات بنص العينة it has high magnification and high resolution تكبير عالي ودقة عالية شوفو هذا transmission electron microscopy transmission يعني توصيل أو اختراق فهي هاي العينة ماتي مثلا هنقول بكترياكو هنا الطب الالكترونات بداخلها طب ما تطلع منها بينما الscanning ما الطب هاي هي العينة وهاي بيهنان البكترية تجي الالكترونات تشوفها مطلية بذهب شنو bounce off ترتد عنها فهذا الارتداد يكون لصورة بالكمبيوتر هاي الصورة اللي انا اشوفها اللي هنا ذني اوكي زين هذني انواع الالكترو ماكروسكوبي شوفوا هنا نعم سوينا شنو مقارنة كورس يعني صورس يعني مصدر النور مالتنا بالكمباوند بالمجهر الضوء العادي هو light بالدايسكشن او الاستيريوسكوب همينا light ضوة بالكمفوكل استخدم ليزر بالسكانning الاكترون استخدم الاكترونات وبالترانزميشن الاكترون استخدم الاكترونات medium هنا شون العينة وين اقدر اشوفها انتم بالمختبر تستخدمون فاكيد الmedium مالتكم البيئة اللي تشوفون بها العينة air هوا هذا الهوا الغرفة العادي بالاستيريوسكوب هم هوا بالكمفوكل هم هوا نجي اللي كترون المايكروسكوبي اثنين هن لازم فاكيوم يعني في الفراغ لازم غرفة افرغها من الهوا يلا مو غرفة كاملة هاي الغرفة تشيمبر اقصد اللي نحط بالعينة شوفوه هذي شوفوه هنانا احط العينة اوكي هذي مفرغة من الهوا هذا تشيمبر مفرغة من الهوا نسميه فاكيوم اوكي وهمينا بالسكانينج نفس الحالة شوفوها هاي الغرفة هاي منها تنفتح هاي همينا فاكيوم يعني مو بالاير ما ياخذ صورة بالهوا زين نكمل يعني هذي وين نحط العينة بالمجهر الضوء بالكمباوند نحطها على سلايدات يعني هاي السلايد شوفوها بالمختبر بالاستيريوسكوب ممكن ننخليها على اي شي نن هاي قبل نحطها المجهر نباو عليها الكمفوكال لازم همينا جلاس سلايد والدايت سامبل لازم ألونها أصبوها يلا أشوفها بالسكانينج الالكترون مونتد عن الومينوم ستوبز يعني العينة لازم أحطها على فشيء من الومينيوم وأغطيها بذهب يتفستق هذا الاسكانينج الالكترون ميكروسكوب أما الترانزميشن فلازم قلنا ثن رفيعة كلش أحطها على يعني مصنوعة من نحاس أحط عليها العينة يعني العدسات من شنو مصنوعة مصنوعة من زجاج زجاج يعني زجاج والداي كروماتيك ميررز وياها مري وان الكترستاتيك لنس وفيو الكتروماغنيتك لنس نفس الحالة بالترانزميشن فوكسين الفوكس يعني شنو يعني التركيز على العينة هل أنا أقدر أسوي لو الكمبيوتر يسوي لو مين يسوي بال compound والدايسكتين mechanical شوفو ب knobs شوفوها هاي هاي احنا نفرها هاي بال stereo وهاي شوفو هاي نفرها نذني بيدنا نقدر نقرب نبعد يعني نتلاعب بالفوكس بيدنا فهاي شنو نسميها mechanical أما بالcon focal شنو digital computer motorized focusing mechanism يعني بالcomputer بالscanning electrical و بالtransmission همينا electrical كهربائيا يعني يتحكم بيها magnification changing objectives usually one objective digitally enhanced electrical electrical electron scattering electron scattering laser light with diachromatic mirror concentrated at pinhole light scattering or light reflection light absorption major means of providing specimen contrast هذا مقارنة بسيطة بين أنواع المايكروسكوبات ممكن تجي mcq mcq منو نختار الاسكانيك electron macroscopy summary هذي ملخص homework homework يعني الواجب مالتكم بها المحاضرة شنو compare between prokaryotic and eukaryotic cell لازم نقارن بين الprokaryote وال eukaryote خلي اراوي كم فت صورة تجاهلولي دورة the explore بلا زحمة شوفولي هنا dna بال prokaryotic cell hb naked و circular هذا ما علينا بها يعفوها بين ما باليوكaryote يكون bound to protein يعني مو naked ويكون linear يعني يعفوها يعني مو مستواكم هسا اوكي هنا circular دائري هنا linear خطي هنا naked عاري ما ويا protein هنا bound protein organ العضيات الخلوية ما كو نوات no nucleus بال prokaryotes و no membrane bound يعني ما كو عضيات خلوية هنا اكون nucleus و membrane bound هذن يعفوهن ما تحتاجوهن شون تنقسم الprokaryote بال binary vision الانشطار ثناء البسيط هنا شون ننقسم mitosis and meiosis يعني cell division القسام الخلوي ممكن mitosis ممكن meiosis اللاجنسي والجنسي average size هايا small من 1 الى 5 وهايا large هما بالمحاضرة كاتبلكم 8 الى 100 micro meter هايا سووها 8 على مدوية المحاضرة اوكي تمام دقيقة نشيلها هايا حتى نشوف الوراها شنو compare between animal cell and plant cell يعني شنو يعني خلية نباتية وخلية حيوانية لازم اقارن بيناتهم زين غلي نكتبهن هنضيف صفحة نغلي هنا animal cell ونغلي هنا plant cell ونجرب النص خط اه animal cell شنو عدها ما عدها cell wall no cell wall الplant cell عدها cell wall هاز cell wall جدار خلية وقلنا مصنوع من شنو مصنوع من cellulose اوكي اذا تذكرون اهنان النوكليوس مالتها عفوين نوكليوس النوات is central النوات بالخلية الحيوانية تكون بالنص central النوات بالخلية النباتية شون تكون نوكليوس is peripheral يعني on the side peripheral يعني on the side عالجانب اوكي زين بعد هنا نعتها many many vacuoles عدها فجوات هواية اما بالخلية النباتية عدها one central large vacuole عدها فجوة واحدة كبيرة بالنص اوكي اوكي بعد بعد شن الفرق اذا نفكر الخلية الحيوانية cannot synthesize nutrient ما تقدر اصنع الغذاء اما الخلية النباتية شبيه can can synthesize nutrients زين بعد خامسا ما ما عدتها plastids no plastids ما عدتها plastids خضراء اما الخلية النباتية has plastids بعد شو تقولون شن الفرق بين الخليتين ما عرف انا احس ذني اهم الفروقات او اكثر شي بارز اذا اجب بالكم في شي ضيف على هذه المقارنة اوكي احنا حلينا الهومورك اشترك اشترك